نروح لكواليس ما يدور في ملف الكورة داخل نادي الزمالك وتريد سيقول لكم عليها قبل هذه المدخل تعالوا نمشي واحدة واحدة ركزوا عشان فيه كواليس في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية يلا بي بدأت اللجنة الفنية في نادي الزمالك التحرك لحسم عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكورة خلال الفترة المقبلة سواء تجديد عقود اللاعبين أو تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق في الفترة المقبلة أيضا هناك ثلاثة لعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم حمزة المسلوسي وصيف فاروق عفر ويوسف أسامة نبيه ويسود الاتجاه داخل الزمالك لتجديد عقد السنائي المسلوسي وجعفر وتجاهل يوسف أسامة نبيه الذي وقع بالفعل النادي ببيراميدز إلا أن أحمد حسام ميدو يرغب فيه الإبقاء عليه وهو الأمر الذي يأتي معاكسا لرغبة المدربة الكولومبي خوان كارلوس وسوريا أيضا فيما يخص اللاعبين الراحلين هناك أسماء بالفعل أصبحت خارج الزمالك وأمرها محسوم منذ فترة كما تم الاتفاق على رحيل أسماء أخرى في الفترة المقبلة هناك تغيير كامل بالفريق حيث اقتربت ناشا اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء اللاعبين الراحلين ملف اللاعبين الراحلين أيضا في حلاص المرمى هناك شبه اتفاق على عدم تجديد عقد محمد عواد الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل بسبب قيمة عقده التي تصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم الواحد حيث تم الاستقرار على بيعه بنهاية الموسم الجاري في ظل وجود عروض له من أندية بيرامد زوال بنك الآلي أيضا في خط الدفاع يعد السنائي مصطفى الزناري وحسام عبد المجيد قريبان من الخروج إعارة هذا إلى جانب بيع محمود شبانة فيما سيحصل محمد عبد الغاني على فرصة حتى ينار المقبل خاصة بعد إصابة محمود حمدي الوينش واحتمالية غيابه للشتاء القادم بجانب الرحيل المنتظر لعبدالله جمع على سبيل البيع النهاية ونفس الأمر أيضا مع عمر جابر الذي أصبح قريبا من الرحيل إلى فاركو وفي خط الوسط هناك استقرار على رحيل محمد أشرف روح الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم القادم إلى جانب رحيل عمر السيسي سواء على سبيل أعارة أو البيع النهاية أما بالنسبة للسنائي الأجنبي السنغالي إبراهيم نضاي والمغريبي أحمد بالحاج تم الاستقرار على بيع نضاي بجانب عدم تفعيل بند شراء بالحاج بعد انتهاء أعارته من نادي أسوان الملمين اللي بيلعب في النادي في خط الهجوم يتصدر البنيني طبعا سامسون أكينيولا قائمة الراحلين عن الفريق سواب البيع أو فسخ التعاقد بشكل رسمي بجانب التفكير في أعارة سيد عبدالله نمار وهناك موقف معلق للسنائي محمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازي الشكبالة حيث يوجد اتجاه لاعتزالهما بنهاية الموسم وإن كان عبدالشافي أقرب للاعتزال من الشكبالة يعني الشكبالة ولد جدا أنه يكمل لكن عبدالشافي غالبا الأقرب للاعتزال كمان الزمالك تردى تلقى رفضا جديدا من نادي بيرامدز بعد ما رفضت إدارة النادي أي مفاوضات حول بيع اللاعب محمد الشيبي الظاهير الأيمن للفريق وأتمسكهم ببقاء اللاعب وعدم رحيله عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة الشيبي مكمل مع بيرامدز ولن يرحل إلى نادي الزمالك كمان مصدر بالزمالك أكد لها مفاوضات الزمالك لضم وليد الكارتي لعب بيرامدز اللي انتهي تعاقدهم مع بيرامدز في الموسم المقبل لم تبدأ حتى الآن وهناك نسبة كبيرة في غلق الباب حول هذه الصفقة بسبب رغبة بيرامدز في تجديد عقد اللاعب ومنحه ما يريد من مقابل مادي يعني الزمالك شقدر يخش السباق المالي مع بيرامدز فيما يخص وليد كارتي في الوقت الحالي كمان حالة من الغضب سيطرت على بعض لعابي نادي الزمالك بسبب تغيير مراكزهم من جانب المدرب الكولومبي أسوري وعدم ظهورهم بشكل جيد في المراكز الجديدة وزي أقول لكم انبادح اللاعب المصري مش لعب الزمالك اللاعب المصري مش لعب الزمالك ما عندوش أو معظم اللاعبين المصريين ما عندهمش المرونة الكافية لتغيير مراكزهم بسهولة هتلاقي استثناءات هتلاقي كم لعب كده في تاريخ مصر كلها عنده إمكانية تغيير مركزه كم واحد يعني تعدهم مثلا على أصابع اليدين بكتير يعني عشر بكتير طيب